شاركت مصر بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقضية الرسمية والمنعقدة في نيويورك وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وخلال كلمة مصر أكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف كوب 27 تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريع كما أعلنت الوزيرة أن وزارة التخطيط ستطلق مبادرتين خلال كوب 27 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أولهما حياة كريمة لإفريقيا والقادرة على التكيف مع تغير المناخ والثانية هي المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء